اشتركوا في القناة 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 في الآخر ديئتين لكن في الآخر متجربة مازالة. أما متجربة البرتغال يمكن كلنا ما توقعناش هذه التجربة أنها تمر بالشكل ده. يمكن هكتور كوبر مستر هكتور كوبر تعامل مع المباراة بتشكيل إلى حد ما البعض قال إن هو عايز يجرب عايز يتخلص من بعض اللعبين عايز زي ما بنقول يوري بعض اللعبين للجمهور أو زي ما بنقول إيه مش يعني كلمة إن هو التجربة نفسها إنك تجرب مجموعة من اللعبين لازم تبقى بحساب. حساب إزاي؟ يبقى أنا عندي قوام أساسي وأبتدي غير اللعبين على القوام ده عشان حتى يبقى فيه زي ما بنقول سند داخل الملعب بالنسبة للعبين الجدد اللي ممكن في الأقوة في الآخر هما ما لعبوش مع بعض قبل كده. يعني حتى ما نجي نبص في مباراة البرتغال هتلاقي القوام الأساسي لها في البداية وبعض التغييرات حصلت خروج عبدالله خروج صلاح ونزول بعض اللعبين حسام عشور مجموعة اللعبين اللي نزل فيه الشوط الثاني. ده كان هو ده اللي انت بتتكلم عليه القوام الأساسي وبتدي الطعم بقى بعض اللعبين على فترات بقى ممكن بقى مثلا من الشوط الأول تقدر تغير الشوط الثاني تقدر تغير بعد أول عشر ده كل الكلام ده كان ممكن يحصل في مباراة اليونان ولكن كانت تجربة يمكن الجميع استاء منها من حيث الأداء ومن حيث أيضا النتيجة منتخب اليونان ليس بالمنتخب القوي هو قوي بدنيا وليس قوي فنيا لكن هي تجربة شفنا فيها بعض اللعبين اللي ممكن يكونوا إلى حد ما مستر روكتو كوبر بيف شفنا الشناء والصراحة في مباراة البرتغال مميز جدا لكن في مباراة اليونان احنا شفنا بعض الأمور اللي ممكن تكون تخوف الجمهور على منتخبنا أو تخاف من جزئية ان انت تبقى في الفترة الجاية سواء بقى في كاس العالم انت متوقع من المنتخب انك توصل لمرحلة ما بعد الدور الأول فانت كل ده مهم جدا من خلال التجارب دي انك تطمن جمهور ما تطمنش فيه مباراة اليونان ان شاء الله الفترة اللي جاية من خلال الاختيارات بقى ونشوف مين اللي هيبقى متواجد لان توقعاته الجمهور ان بعض اللعبين ممكن تمشي او انتبقاش موجودة في المعسكر القادم اللي هو المعسكر الاخير مش بتكلم على مباراة الكويت الودية لانا بتكلم على المعسكر الاخير اللي هو قبل السفر لروسيا هيكون بعض اللعبين مش موجودين بعض اللعبين ممكن تبقاش موجودة خالص قوام الأساسي اللي الشارك بيه من السرق الكوبر في كأس أمم أفريقيا اعتقد اللي هو يبقى موجود وبعض اللعبين واحد او اتنين بس هم اللي هيبقوا متواجدين ولكن عايز اقول لكم تجربة لحد ما بيينت بعض الامور الخاصة بالفريق والفتر اللي جاي ايه اللي ممكن يحصل عندك مشكلة انا من وجهة نظري هتحصل في حراسة المرمى مين اللي هيكون متواجد في كأس العالم دي انا متوقعها بشكل كبير هنشوف في الاو في الاخر عندك عصام الحضر عندك محمد الشناوي احمد الشناوي نتمنى طبعا تقلق شرف اكرامي بقى موجود برضو لكن عواد طبعا كان متواجد لكن يعني كان شارك في مبارات اليونان الامور بالنسبة له هتكون بتتحدد من المعسكر القادم لكن في الاخر مباراة المنتخب القادمة هتحدد بشكل كبير مين ممكن يكون في حراسة المرمى في كأس العالم واتوقع وجود عصام الحضري كحارس مرمى لمنتخبنا الوطني في كأس العالم ده توقعي الشخصي بالنسبة لحراسة المرمى في منتخب مصر في كأس العالم اما بلاقي المنتخب بقى هتكون زي ما احنا شايفين القوام الأساسي هو اللي موجود خليلي بقى اروح لكم لمباراة الغد مباراة طنطا والأهلي لأسبوع الثلاثين ان شاء الله المباراة تكون ساعة تمانية ونصف مساء النادي الأهلي حسم بطولة الدوري بأسابيع كبيرة نفسك خلاص نتنكلم في ست أسابيع ان شاء الله الفترة المتبقية الكابتن حسام البدري واللعبين هي فترة مهمة جدا انت عايز تنهي مشوار البطولة بشكل مميز وده اللي احنا نتمنى من خلال الفترة القادمة ايضا بطولة كأس مصر امام الداخلية ايضا عندك مباراة ثم اولى مباراتك في بطولة افريقيا امام الترجي مباراة صعبة طبعا انت بتجاهز لها من دلوقتي انت بتفكر في شهر مايو ان شاء الله هتلعب الترجي هتكون قوتك عاملة ازاي بعض الامور الخاصة واللي كان بيتساءل جمهورنا الكبير جمهور النادي الأهلي عن وجود عبدالله السعيد في التدريبات هل هيشارك ولا مش هيشارك كابتن حسام البدري بشكل كبير اعلن عن هذه الجزئية وخلاص حيثة اللغط في هذه الجزئية كابتن حسام البدري قرر وقال انه وصرح ان عبدالله السعيد لن يشارك في جزئية المشاركة في الدوري الفترة اللي جاي او حتى بطولة افريقيا بناء على قرار مجلس الادارة بعرض وتجميد عبدالله السعيد وعرضه للبيع ده خلاص عشان الناس ما تتكلمش كتير كابتن حسام البدري حتة الفنية بقى خلاص مشيت مع الحتة الادارية هو ده النادي الاهلي كمجلس ادارة ما شاء الله بياخد قرارات مميزة استنادا لقيم ومبادئ النادي الاهلي وايضا الادارة الفنية عندنا ماشية بالشكل المناسب ايضا واستكمالا للجزء الاداري بقايدة طبعا كابتن محمود خطيب ومجلس الادارة بالكامل خلينا وروحوا احنا بنتكلم على منتخابنا الوطني وجزئية حراسة المرمى معايا على الهاتف كابتن فكري صالح طبعا مدرب منتخابنا الوطني السابق طبعا واحد من المدربين المميزين طبعا هو عمل شغل كبير جدا مع صام الحاضر عشان يعود بنفس قوته اللي كانت موجودة قبل كده كابتن فكري ساخير على حضرتك تحيات تحياتي تحيات تليكا كابتن واكيد انا متابع حضرتك في جزئية المحاضرات اللي انت بتلقيها دايما مدربين حراسة المرمى في مصر واكيد شيء مميز لخبراتك الكبيرة لازم طبعا كل ياخد واستفاد منها في شكل كبير كلامك على منتخب مصر وتجربتين الوديتين سواء بقى امام البرتغال او اليونان تقييمك لحراسة المرمى في التجربتين دولا كابتن والله يا كابتن هو طبعا لازم النقطة الاولانية قبل من قول التقييم انه هو طبعا كان فيه وقت ملوقات الجهاز الفني عنده ثلاثة قوام المنتخب شريف اكرامي احمد الشناوي قصام الحق اصل الظروف وحمد الشناوي بدأ يلعب احمد الشناوي فيه برضو ظروف ظهر عواد فكان لازم بالاثنين ينضموا عشان يبقى فيه خمس قراص برمى موجودين فالنقطة الاولانية انا وانا متافل اختار ثلاثة من ثلاثة ولا اختار ثلاثة من خمسة فطبعا الاحسن ان اختار ثلاثة من خمسة لان فيه شهرين ونص ممكن الظروف تبغير فيها تمام معايا كابتن انا سامعك كابتن فضل نمر اتنين نما نيجي على الاداء حمل شناوي قد القرآن الاولى انا بعتبر ان المباراة اديها بالفياز وانا اقول درجة الفياز عادة الجون الاول يعني عادة يعني الغاجة ديها تستائين انا مديله العلامة الكاملة لان اولا العلامة الكاملة ديها محد يديها او انا اقول عليها يبقى الراجل كان هذه الاعصاب كان عنده سباك فعالي كان عنده بداية هجمات بطريقة جميلة جدا كان عنده قادر انه يقطع جميع القرى العرضية بالفتدار جميع المواقف اللي اتشاطت عليه قادر يتعامل معاها باداء جيد جدا حتى الكورة البروخية لاتشاط التنطائي مخادة على مرحلتين صحيح اللي هي طلعت فوق وكانت عام محتاجة رد شهل جامد جدا فعايز اقول ان الاداء بتاعه ورغم ان دي اول مباراة دولية في خطرة كتيرة انما حسسنا ان هو اه ما عندهش الحتة دي ما عندهش الرهبة دي جميع بل بالعكس كان الاداء الزي ما نيجي احلل الجون اللي دخل اللي هو الجون الاولاني وهي دي راسبا عنه لانه بتبقى محتاجة خبرات والخبرات دي يعني ايه يعني بتبقى موجودة مواقف تخزنة بتطلع في المباراة هو كان واقف في التمركز دهت مكورة عملي في كورة عالية وقبل ما يحط الهيدرس كان واقف في التمركز تلي جميلة صحيح بدأ يتحرك لغاية خط الظهر في ظهره الورى فبقى في موقف التمركز غير صحيح وبالتالي عمل بحاولة اصطاد للقورة فدخل في كورة جون لو هو كان في التمركز الصحيح الاولاني كانت القورة هتطلع برا ولكن طبعا زي ما انا قلت اداء العلامة الكاملة عادة جون الاول جون التاني لا يسأل عنه خالق خط الظهر هو اللي يسأل عنه فده بالنسبة للتحليل لأداء محمد الشناوي طيب بالنسبة للمباراة تانية كابتن ومباراة اليونان المباراة تانية مباراة تانية عوادة كابتن انا بس الاول لازم ادي احقل كابتن طريق تليمان عشان انا اما يقبع موجود محمد الشناوي بهذا المستوى مش هنقول في 3-4 ايام لا لان من انتبعش ان محمد الشناوي كان بطرة طويلة جدا نص الموسم مش موجود ما بيلعبش نزبوط بلازم اشيط الكابتن طريق تليمان والدور اللي قدر يوصل محمد الشناوي بالسورة امنينك محمد عواد محمد عواد اولا لعب في الظروف مش طبيعية الظروف المش طبيعية يعني التيم ما كانش القوام الاساسي بيلعب ده واحد اتنين فيه مجموعة العايدين بتلعب لاول مرة مع بعض فده طبعا زائد ثلاثة كان فيه ضغط عصبي كتير جدا على عواد جهب نتيجة حيلعب عواد لا مش حيلعب الميديا كانت دخلت في مشاكل مع حاجات فرعية خارجية ده كان فيه ضغط عصبي على عواد عشان كده حتى عواد المواقف اللي جات له اتعامل معها كون طبعا غلقوا بالنسبة 200 لانه هو التمركز بتاعه كان غير سليم الهدف اللي هو دخل فينا فينا يعني كان التمركز بتاعه راح خطوتين اريب من العرضة الهريبة لو هو كان خطوتين دول ورا كان قادر يتعامل مع الهدف اديني تقييم لعواد في المباراة تاني يكتم بعد اذن حضرتك لا انا قادي تقييم معواد انه هو بالظروف اللي أنا بحكيها يعتبر بالهدف اللي دخل يعني جايج جدا لان الضغوط العصبية الرهيبة اللي كانت موجودة وان الفريق اللي ما كانش موجود بالقوام الاساسي بيلعب كلمة لك ان انا المفروضة هرس بارمل بيلعب لأول مرة مع منتخب مفروض المنتخب بيتعده في هذا الهداء اكيد طبعا كله بساعد بعض كله بساعد بعض من اول حراس المرة وحتى يعني الرأس حربة لا انا بقول لك يا كابتن اكيد لازم الفريق تكتيم وقول كله لازم كله يساعد بعض من اول حراستر مرمى لغاية الفروض كله يعني بيشتغل جزء الدفاعي وجزء هجومي كله بيساعد بعض هو طبعا يا كابتن انا بحكي لحضرتك اني طبعا انت عارف ان الحراس المرمى هو جزء التيم اللي بيلعب صحيح يا كابتن بيدي الثقة منه وبيتيله الثقة هسألك سؤال يا كابتن هسألك سؤال لو عايز تحس بكلامي لو محمد عواد لعب المصر الثاني ومحمد الشناوي لعب المباراة الاول طيب هسألك سؤال هو ما كانتش من الغريب ان عصام الحضري ما اشتركش في المبارايتين دول طيب يعني يريد كابتن فكري هلو كابتن فكري سمعني كده طيب طيب يعني قبل ما كابتن فكري يرجع لنا تاني زي ما بقولوكم كده ان حيث تتحرص المرمى كلام كتير هيبقى عليه خصوصا ان عصام الحضري يمكن الحرس الاساسي لمنتخابنا في بطولة افريقا لم يشترك فيه هاتين المبارايتين فبالتالي الامور بالنسبة له هممكن التجارب اللي جاي بقى موجودة عصام الحضري وزي ما بقولوكم توقع الشخصي انا كمحمد فاروق ورؤية المنتخب ورؤية المنتخب في الفترة القادمة ان عصام الحضري لو مش هيبقى فيه سليم مية في المية في كأس العالم في الفترة القادمة هيكون متواجد كحارس مرمى ومتخبنا كلعب اساسي ده من وجهة نظري الشخصية اكمل معاكو بس جزئية كابتن حسام البدري الغاية لما كابتن فكر اللي هو هيكون معانا مرة تانية وقطعش يعني خلاص اقطع الطريق عن الكلام وجود عبدالله فيه الفريق الفترة القادمة سواء بقى فيه بطولة الدورة او افريقيا خلاص هو يعني انتسائل لقرار مجلس الادارة بتجميد عرض وبيع عرض عبدالله السعيد وبيعه وايضا وتجميده من خلال اللعب خلاص بقى موجود وما فيش اي كلام ان هو يشترك مع الفريق في الفترة القادمة ايضا كابتن حسام البدري وكلامه على جزئية التجديد مع النادي الاهلي جزئية الكلام في الاموال والكلام ده برضو هو يتمنى طبعا وجوده مع النادي الاهلي و добрonom وما فيش اي شروط في هذه الجزئية وتمديد عقده مع النادي الاهلي كلم كمان على ان هو يتمنى وجود حسام غالي لسنة تانية او يكمل كمشواره مع النادي أهلي لسنة أخرى في حالة طبعا تراجع عن جزئية الاعتزال في الفترة القادمة وبتكلم أيضا على عودة رمضان صبحي وأنه يبقى متواجد طبعا بيرحب جدا ورمضان واحد من أولاد النادي الأهلي اللي يقدر كابت حسين البدري يتعامل معاه ويفيد في الفترة اللي جاي خصوصا البطولات الكتيرة اللي أنت داخلها بطولة أفريقيا الأهم بالنسبة لنا في الفترة القادمة بعد حصلنا على النجمة رقم 40 في بطولة الدوري الممتاز ده يمكن بالنسبة لكابتن حسين البدري واستمراره إن شاء الله في الفترة القادمة مع النادي كمدير فني للفريق كابتن أيوب هو بيتكلم على الفريق أن جميع اللعبين بعد عودتهم أو اللعبين الدوليين عودتهم للفريق وتمرينهم بشكل طبيعي كل اللعبين في حسابات الفريق في الفترة القادمة خصوصا زي ما بقول لحضراتكم أن أنت عندك البطولات اللي موجودة سواء كاس مصر أو أفريقيا وطبعا المباراة المتبقية في الدوري الممتاز خلاص كله بيستعد بشكل كبير بنستعد للبطولتين اللي فضلين بالنسبة لنا وأكيد فيه فرصة تبقى متواجدة للعبين اللي ممكن ما كانوش بيشتركوا بشكل أساسي فيه ست مباراة القادمين للنادي الأهلي في الدوري الممتاز وده اللي اتكلم عليه كابتن أحمد أيوب كل التوفيق إن شاء الله للعبين والفريق إن شاء الله في الفترة القادمة ما احنا عايزين ننهي الموسم وإحنا بنفس الشكل بنكسر أرقام قياسية بالنسبة لنا أهلي هو ده هدفه جهاز الفني ده هدفه وبعض اللعبين هدفها تبقى متواجدة عدد كبير من المشاركات في الدور الممتاز عدد دقائق أكبر بالنسبة لكل لعيب ممكن يكون لعب أساسي وبيشترك بكل ده تاريخ بالنسبة لكل واحد فيهم حسام عشور اختبار طبي لي إن شاء الله يبقى متواجد في المباراة طنطة النهاردة هيكون حاسم الموقف إن شاء الله سواء بقى بالمشاركة أو لا ولكن طبعا واضح إن حسام عشور مش هيبقى متواجد غدا ده بناء على القايمة اللي هتبقى موجودة وهقولها لحضراتكم بعد قليل أيضا سعد سمير مش موجود بكرة لإصابة يعني بعض اللعبين اللي يفضل إنه هو يريحه خصوصا لما تبقى إصابات ممكن تكون تأثر ممكن بشكل كبير لو اشترك خصوصا أن انت خلاص مش محتاج بعض اللعبين اللي ممكن يكون مهمين في الفترة القادمة عشان البطهات والمباراة القوية القادمة بالنسبة لفريق أيضا شريف إكرامي إن شاء الله بيعود للمران بعد مباراة طنطة أما علي معلول واللي تصاب مع منتخب بلاده واللي شارك أمام منتخب كوستريكا في مباراة دي أيضا إن شاء الله يعني ربنا يعني شفيه برضو واحد من اللعبين المميزين تصاب فيه الكاحل بالنسبة ليه في مباراة أمام كوستريكا ونتمنى طبعا عودته ومشاركته بشكل طبيعي مع النادي الأهلي لكن طبعا علي معلول وسعد وكل اللعبين المميزين دائما اللي بيبقى اليوم البصمة داخل الفريق يبقوا متواجدين زي ما بقولوكم مهم جدا أن احنا نختم الموسم بشكل جيد مهم جدا أن انت تخش مباراة كاس مصر أمام الداخلية وانت هدفك طبعا مباراة كاس مصر فبالتالي انت لازم تكسب هذه المباراة فلازم بقوة ضربة بتاعتك في كل مكان سواء بقى في الباكليفت في الحلسط المرمى في كسيرد باك في كل اللعبين المتواجدين أيضا بالنسبة للمباراة القادمة أيضا لوحنا بنتكلم على النادي الأهلي في اليومين الجيين عندنا بطولة النادي الأهلي امتدادا لدوره الوطني في مصر دوره الوطني دائما النادي الأهلي موجود باستمرار فيها في بطولة إن شاء الله هينظمها النادي الأهلي من الفترة من يوم 13 إبريل هتكون متواجد بطولة الأهلي اسمها بطولة الأهلي للبعثات الدبلوماسية هتكون كل البعثات الدبلوماسية متواجدة في النادي الأهلي الشيخ زايد دي بطولة مجمعة ده بناء على نادي الأهلي وعلاقاته المميزة بجميع البلاد الموجودة اللي هتكون تقريبا 24 صفارة طبعا البعثات الدبلوماسية ممثلة الصفارات المتواجدة هنا هيكون متواجد يوم الأربع إن شاء الله الأرعى اللي هتتعمل إن شاء الله في مقر النادي الأهلي الجزيرة ساعة 12 الظهر وهنشوف بقى الفرق اللي هتلاعب بعد طبعا هتلاقي ألمانيا هتلاقي أسبانيا هتلاقي فرق كبير جدا دي نسخ نسخة اللي قبل كده لأمامنا على الشاشة النسخة اللي كانت موجودة وأيضا أقيمت فيه الأهلي الشيخ زايد امتدادا طبعا للدور الوطني للنادي الأهلي والعلاقات المميزة اللي النادي الأهلي بيقوم بيها طبعا وامتداد للدور الدولة في هذه الجزئية ده يمكن بالنسبة للبطولة اللي إن شاء الله ستقوم فيه أهلي الشيخ زايد يوم 13 إبريل مهندس خالد مرتاجي هو المسؤول عن هذه البطولة وبيتمنى طبعا الأمور تمشي بشكل جيد أيضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي اللي أيضا بيقوم بدور كبير جدا في هذه الجزئية نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لكل البطولات اللي بتقام على أراضي النادي الأهلي سواء بقى في الجزيرة أو في الشيخ زايد أو في أي مكان اللي النادي الأهلي شايفين طبعا عندنا بطولة أفريقا للطائرة للرجال والسيدات قبلها واليد ما شاء الله نجاح باهر لمجلس إدارة النادي الأهلي في جزئية التنظيم والبطولات اللي احنا بناخدها خمس بطولات في خلال شهر حاجة مميزة جدا لمجلس الإدارة والتنظيم نفسه مميز جدا جميع الفرق اللي بتيجي بتشكر بشكل كبير جدا والاتحادات الاتحاد الأفريق طبعا للعبات اللي بتبقى متواجدة على أرض النادي الأهلي بيشكر جدا في عملية التنظيم اللي موجودة داخل النادي الأهلي ده يمكن أكيد دور مهم جدا بيقوم بين النادي الأهلي أيضا ده دور وطني ورياضي مميز جدا لمجلس زارة النادي الأهلي وحاجة تحترم بشكل كبير كالتحمد الخطيب ومجلس إدارة بالكامل بيقوموا بمجهود كبير جدا بالإضافة لللاين اللي احنا ماشيين عليه لحطة الإنشاءات الأستاذ اللي احنا ماشيين فيه حطة التجمع الخامس إن شاء الله وبعض الأمور التجديدية داخل المقارات اللي موجودة للنادي الأهلي كل التوفيق إن شاء الله لمجلس إدارة خلينا أقول لكم قايمة النادي الأهلي وبعد كده نروح نستقبل ديوفنا الكبير كابتن مهر همام وكابتن محمد حشيش هنتكلم بقى على ليلة المباراة والشكل الفريق خلي بالكوا احنا بقى لنا فترة ما بنتكلمش يمكن استاذ الأهلي غايف شوية لأن طبعا نحن بننقل على الهواء بطولات أفريقيا اللي كانت متواجدة هنا في النادي الأهلي وملوك الصلاة وكابتن هيسم السعيد وستوديوهات مميزة جدا من خلال التغطية المباشرة لقناة الأهلي على هذه البطولات قايمة النادي الأهلي لمولقات طنطة غدر في الأسبوع الثلاثين محمد الشناوي علي لطفي رمضان مصطفى حسام غالي أحمد فتحي عمرو سلية أيمن أشرف محمد نجيب جونير أجييوه شام محمد أكرم توفي وأوليد أزارو مران محسن إسلام محارب ميدو جابر محمد هاني هباكا أحمد حمودي صبر رحيل أحمد حمدي كريم من الدول إن شاء الله سيكونوا متواجدين غدا لمباراة طنطة في الأسبوع الثلاثين أذكر حضراتكم الآن في المركز الأول وحسم بطولة الدوري حتى الآن طبعا رصدنا 75 نقطة ولسه إن شاء الله هيزيد عدد النقاط إن شاء الله نكسر برضو أرقام خواسية في هذه الجزئية أيضا طنطة في المركز الستاشر برصيد 26 نقطة هنتكلم بشكل أكثر في هذه الجزئية وعن هذه المباراة في ليلة المباراة مع كابتن مصف كابتن مهار همام وكابتن محمد حشيش ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة المباراة الخاصة طبعا بنا مباراة الأهلي وطنطة غدا إن شاء الله لها تكون الساعة 8.30 مساء معي في الستوديو طبعا نجوم مصر وكابتن مصر كابتن مهار همام نجمة مصر ونجمة النادي لالكاتي مهار برحب بيك أهلا كتفاروق أهلا بيك حبيب وحشنا الله أيضا كابتن محمد حشيش نجمة مصر ونجمة النادي لالكاتي محمد برحب بيك رؤى ازاي؟ نوري نوري نوربي نوري 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 ان شري علشي Toolbox بلعض شخص على المم shoot بوزء فاني كابتن ميسر الكوبر هيلعب ازاي مع الفرق الفتر القادمة مجموعة اللعبين اللي تقدر تنفز له هذه الجزئية كل الامور دي بتبقى في دماغ الموديل الفاني وهو بيلعب هذه المباراة الوديدة كابتن ميسر بسم الله الرحمن الرحيم من رحب حشيش طبعا نورين محشنا بصر محمد هو طبعا الفتر اللي فاتت يمكن منتخبنا للقوم ربنا وفقنا في الهدفين اللي احنا كنا بنسع عليهم اللي بقنا فتر يمكنكسل أم أفراقية ويمكن مكسل عالم اللي بقنا يمكن تابعنا عشرين سنة ما رحناهوش الحمد لله ربنا وفقنا مع مستر الكوبر وجاز والفني واللعابين طبعا اللي موجودين السبعتاشر اللعيب الدولي المحتفين في الخارج واللعاب المحليين التسعة المكمل لهم عاز اقولك ان الجانب الإداري كان مهم جدا قبل الجانب الفني اولا بنحاية طبعا هان بوريدا ومجموعة مجلس الدارة نادي الاتحاد ان هم قدروا ينظموا مباريات بالمستوى اللي احنا شوفناها البرتغال واليونان ودول مبارتين يعني تقدر تقول الجزء الأوروبي أو بطر أوروبا واليونان من دمن الفرق يمكن يعني تقدر تقول المتوسطة الجيدة لكن إداريا احنا هاب لهيطة يقوم بدور كبير جدا وكان هاب لهيطة لكي نعزي سوالي طبعا البقال لا نعزي النهاردة كمان نحن نلحق ونكون أخر محزان فعاز أقولك أن اهاب قام بدور كبير جدا إداريا ويمكن الجانب الإداري ريح مصر الكبر ويمكن من ضمن العوامل نجحتنا في البطولتين القبل كده وإن شاء الله بإذن الله البطولة اللي جاية الملف بتاع كأس العالم كمان إداريا وفنيا نقدر نوصل إلى الأهداف اللي احنا بنسع عليها المعسكر يتعامل في سويسرا من خلال المباراتين اللي هم أعلن عنهم البرتغال واليونان ومن خلال المعسكر التدريبي والفندق والإقامة والتغذية والصلاة الاجتماعات والملاعب الفرعية لحد ما الحمد لله قدر بقى الجانب الفني نمستر كوبر يكمل الجانب الإداري بأن احنا نشوف نمستر كوبر من ضمن الاستراتيجية اللي هو بيعتمد عليها من بداية معرفتنا له يعني أنه بيعتمد على العيبة هو شافها والعيبة اختارها من خلال الدوري العام أو من خلال الاحتراف الخارجي ويعتمد على أكتر من حوالي 18 العيبة محمد حافظه بشكل كبير جدا استراتيجية اللعب بنسباله يمكن في الجانب الدفاع والجانب الهجومي وشوفنا يمكن الجانب الدفاعي كان يمكن أكتر تنظيما من الجانب الهجومي بنسبة 70% ويمكن الجانب الهجومي كان 30% بيعتمد على كونتر انتاك أو محمد صلاح أو كرات السريعة اللي احنا بيجهزها لمحمد صلاح ويمكن دي كانت من ضمن الحاجات الفنية اللي كانت مزعالة الشعب المصري أن احنا المتخدنا لن يرتاقب المستوى اللي احنا كنا نتمنى طبعا مخرجنا بيرد علينا واحدا نتفرج على البرتغال كما تبدأ مباراة البرتغال من وجه النظر حدثتك انت كبداية في هذه المباراة كنت ماشي ممائز جدا على فكرة عمش بص على النتيجة مأكيد احنا عمش بص على شخصية منتخبك بالزبط هو هيروح يلاعب الفرق الأوروبية الكبيرة اللي انت هتلاقيه بسوابها انت عندك روسيا عندك أورويا عندك السعودية ممكن مدرسة روسيا هتبقى متمثلة في برتغال انت لقيت برتغال وعندك أوروكا واليونان كمان شكل يونان في أداءهم اعنا ملوجة نظر ان كان لازم من تلعب مباراة من شرق أوروبا يعني تبقى حتة قريبة من المنتخب الروسي شوية كثيرا لكن طبعا المتاح ليك دلوقتي هو الجزئية دي فضلك التلقى والاختلاب اللي احنا شفناه اللي وضح يمكن زيما انت قلت بحضل مباراة البرتغال كان فيه تنظيم دفاعي على مستوى وتنظيف هجومي وشفنا الانتشار اللي كان موجود عليه لعبة منتخب مصر حتى احنا كمان بينه بينه تعاطفنا مع منتخبنا والحد ديها تسعين احنا كنا تقدر تقول كانت يعني احنا متفوقين بهدف صراح اللي هو الهدف الجملة يتعامل بين عبدالله السعيد وبين محمد صلاح محمد صلاح قدر يسجل هدف من أجمل الاهداف اللي ممكن نشوفها حتى الانتشار يعني مخرجنا جايبين بص الانتشار حتى في الهجمة او القرى اللي بنهاجم من خلالها عندك 1-2-3-4-5 انتشار طولي وعرض لمحمد بشكل كبير جدا داخل الـ 18 وحوالينا الـ 18 وبعدين طبعا الجملة المميزة اللي بين عبدالله وبين محمد صلاح واحنا قلنا ان الانتين دول بالزبع عندهم نوع من التفاهم بشكل كبير في يمكن معظم أهداف مصر للحقاية صراح جاب لينا جول بشكل جيد جدا لكن محمد عاز أقولك انك انت في آخر خمس دقايق مع الاسف يعني احنا خسرنا بهدفين وده يمكن نزعل يعني الجمهور المصري والشعب المصري نكون نتمنى نحنا نكسب بطل أوروبا الممثل في فريق البرتغال لكن عاز أقولك ان خمس دقايق دول الاخار كان فيهم عدم تنظيم دفاعي بنسبة للمنتخب مصر عدم رقابة سرحان عدم ميلان عمل عدم تغطية وممكن أصبر الراحة تانية برضه هو غير بشكل مميز يعني كوريزما مثلا يعني تغييرته برضه لحيط التنشيط هو راجل تعامل مع المباراة في شغط التانية المدير الفن المنتخب بطل بشكل مميز يعني نزل اتنين العيبة منهم كوريزما يعني الطرفين غيروا شكل مباراة كابتا مهر خبراتك كابتا حشيش فرقة العشر داي اللي بتكلم عن المكرة مهر بصح نزل اقول برضه في الاول احنا طبعا استفدنا من التجربتين التجربتين كويسين بالنسبة لمنتخب مصر كابداية يعني انا انا في رأي او بكلمك كجمهور عادي لا منتخب كند يعني فرقة لها شكل صحيح كلنا تأكدنا من خلال المباراتين ان الاساس هو محمد صلاح عشان برضه مروحش كده ولا كده الاساس محمد صلاح شفنا تأثيره القوي جدا جدا في مطش اليونان فرقة اقلم طبعا من بطل اوروبا من البرتغال مروحناش عالجوه خالص في اسباب تانية طبعا التغيرات الكتيرة اللي اتعملت وهو كان لازم بصراحة يعمل التغيرات دي في المبارات التانية لانا اتمنى ان يبقاش فيه تغيرات بعد كده يعني خلاص ما فيش وقت ليه انه شوف بقى خلاص لازم يلعب بقى بالفرق الاساسية بالتشكيل الاساسي باكتر من طريقة طيب يعني اكتر من السيناريو تحياتي لحضرتك ويعني بقى لله في والدة المهندس اهاب لهيطة تحياتنا لحضرتك واكيد واحنا بنتكلم على منتخبنا يعني اكيد يعني وجي التنصر حضرتك في المباراة المباراتين اللي فاتوا وهذه التجربتين المهمين بالنسبة للمتخبنا والفترة القادمة بالنسبة لمشوار منتخبنا الوطني للمبارات الودية وايضا لمشوار روسيا ان شاء الله كمتاب محمد طبعا التجربة مفيدة جدا للعلم ان كان اول تجمع المنتخب العلمبي كان اول مرة يتجمع فيها كان كان في السعودية انا يعني بعيد عن المنتخب العلمبي لكنت هروح لحضرتك على هذه جزيرة وسألو كلمك على المنتخب الاول كعضو مجلس دارة ورأيك في المنتخب الاول اه في التجربة الاول طبعا المنتخب مصر امام السعودية كسف المباراة واتعادل في المباراة اخرى فلسه كنت هاجل حضك عليها هو في الاعداد اه لا انا بكلمك على المنتخب مصر كان بيتكلم على المباراة الاثنين الاثنين اعرف هذا كنت رئيس البعث هناك متواجد الاثنين اعرف لا لا اعرف في الاعداد لما كلمني كلمني على المباراة تمام كده انا اتكلمش فيهم مباشرة تمام تمام سبحانه بالنسبة للمنتخب الاول لا اوجم ايضا اول اول تجمع انه في السعودية اضع الال救 agent اتقابلوا مع بعض في المطار وتمرنوا أول تمرين لهم كانت في استاد الجوهارة في جدة ده الفرق يعني لكن من نوجة نظر هذاك يعني بداية مباشرة شايفين بعض اللعبين اللي ممكن إن شاء الله يبقوا مستقبل مصر من خلال المنتخب الولمبي طبعا الهدف طبعا وصول لتوقيو إن شاء الله يعني ده الهدف بالنسبة لمنتخب الولمبي لكن أيضا امتداد للمنتخب الأول بالنسبة لبعض اللعبين المتواجدين أيضا في المنتخب الولمبياء طبعا عندنا تصديق الأولمبيات في 2019 في دكتبص مؤهل الأولمبيات تكنوا في 2020 طبعا امتداد للمنتخب الأول وعندنا خمات مبشرة إن شاء الله حتى احنا في المخادرة لما كنت أعود مع الولاد وكنت أقول لهم إن شاء الله يعني هيكون القوام الأساسي إن شاء الله في كاس العالم 2022 و2026 هيكون منهم إن شاء الله وكلهم يعني بيعمل غروب إن شاء الله ربنا يجملها على أحسن حال إن شاء الله سيد محمد يعني طبعا على منتخبنا الأولمبيو أيضا مشوار بالنسبة للمنتخب الأول إن شاء الله أنا يعني أكيد وإحنا متواجدين معاك وإحنا متواجد في عزاء والدة المهندسة قبل إذا بلغنا برضو العزاء بالنسبة له بالنسبة لنا طبعا كابتن مار همام كابتن محمد حشيش إن شاء الله نحاول نلحق إن شاء الله إن شاء الله العزاء وإحنا لو خلصنا بقدر يا رشمانس إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا محمد أستاذ محمد أبل وفا طبعا عضو مجلس دارة اتحاد القرآن أسف كابتن أعطى حضارك لك يعني أهمنا برضو إن احنا نتطمن على منتخبنا الأولمبيو هو حظ وحش طبعا منتخب الأولمبيو الفترة دي إن كل التركيز على طبعا عشان يعني أتحكش عن نفسنا التركيز كله على المتخب الكبير حتى يعني جمهور المصري كله مركز على المتخب الكبير لسه المتخب الأولمبيو عنده لسه فترة طويلة للإعداد وكده والاشتراك في أول بطولة غريبا أن تبقى أنت أول تجمع ليك من غير ما تتمرن تلعب ماتش وتعمل نتيجتين مميزين كانت شوى غريب صراحة كان حتة جراءة شوية في حتة دي بالضبط أنه يبدأ على طول المبارات ولسه برضو ما لمش الناس مستقرش برضو على تشكيل أساسي فدي طبعا حاجة مباشرة بالخير نتمنى هنرجع مرجوعنا طبعا لمنتخب مصر أتمنى أنه وقت نشوف لعيبة ودي فرص لعيبة يجب أن يلعب بالتشكيل الأساسي ويعمل كذا سيناريو كذا مباراة زي ما أنت قلتك يجب أن نعمل مباراة نفس مدرسة روسيا لأن اليونان حاجة مختلفة بروتغال حاجة مختلفة هو طبعا المباراة الثانية بالتحديد أنا عادة أكلمك على المباراة الأولى أكلمك على المباراة الأولى بالنسبة للمباراة البرتغال يعني اللي عجبني في البداية أن أنت كنت في الدات المرش مشراهب منتخب البرتغال بتنقل وبتطلع من تحت من عند حراس المرمى لغاية الجزء الهجومي تمنتهى الثقة بالنفسه بتنقل وبتتعامل بشكل مميز وكنت ماشي بشكل كويس هو بس الهدفين اللي جنف الآخر والهدف طبعا محمد صلاح نجمنا طبعا هدف رائع يعني عجبني طبعا أن نقل 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 في نص المعلاعب والاستحواز بتاع الكورة في وسط الضغط البرتغالي ده طبعا بيّن بردو قدرات اللعيبة عندنا تحس أن في شكل يعني احنا بردو قبل كده كنا بنقلق من المباراة دي بتنزل خايف فرقة كبيرة زي البرتغال بنجومها الكوبر تنزل انت واخد الثقة دي وبتنقل وتروح للجون وبتضيع وواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا إلا أنك الرسمية القوية اللي هتلعبها فبالتالي مش محتاجة أن أنت لازم الانتقاء أو الاختيار كان لازم العنصر اللي هو الجاهز العنصر اللي بيلعف فرقته بالذات مع المحترفين بره لأن شفنا بعض المحترفين بعيد خالص عن المستوى بتاعهم هل أنت حتدي فرصة حتى لو مش جاهز أن أنت تكمل به على اقتناع كامل وشخصي باللعيب ده بغض النظر عن جاهزيته ولا هتدي فرصة للجاهز واللي واقف على رجليه خلال الفترة اللي جادي السؤال ده طبعا هنعرفه من خلال المباراة اللي جاية الاعتماد برضو الكلي فبعد أوقات المباراة على محمد صلاح لازم يبقى فيه برضو تغيير سيناريوهات تانية سؤالك يا ربطان تخب محمد صلاح تسمى الناس بتتكلم خلينا نبقى بالنسبة كبيرة طبعا خلي بالك الجمهور انت بتتكلم بالسانة الجمهور فقط ملوقات وتاخد رأيهم تبتري نسأل نفسنا هل منتخابنا من غير محمد صلاح يبقى فيه مشكلة؟ لقدر لا يعني طبعا وارد ده لاعب بصف هؤل احصل المشكلة قبل طبعا وارد طبعا وانت بتلعب أول مباراة بعد الشر عليها رب طبعا واحد من اللعبين انه مشرفنا لك هل يمكن ببرتغال كما احنا شوك كرسيانو ملعبش يمكن او لاعب او خرج في الماتش التاني مع هولندا المبرارة التانية الحربية احنا لازم ارى حاجة كابتما احنا احنا فيه دلوقتي بصف سيرة جدا جدا زي الارجنتين ميسي ميسي مش موجود بارسلونة بلعبتها معتمدة اعتماد كبير على ميسي خرج ميسي من المبرارة الأخيرة بتاعتهم من غير ميسي كان حاجة خالص كممكن يتغلبوا اثنين وثلاثة نزل ميسي غير كذلك برضو البرتغال من اللي جاب الجنين في اخر ديتين بخبرته بمهراته الفردية فاحنا مش عيب ان احنا يبقى نهول محمد صلاح بس احنا بنقول عايزين السيناريو تاني لو هو مش موجود يعني طريقة لعبة كمان خلي بالك ان الطريقة اللعبة هي معتمدة عليه السيناريو اللي بيكلم مالحشيش محمد عايز اقولك هياخد وقت هياخد وقت اللي يبقى لان احنا النطج اللي موجود عليه لعبتنا السمعتاشر لعيب اللي محترفين في اوروبا لما رجليهم تتقل من خلال المباريات والاحتكاك ويمر رسان عليهم هيحصل التغيير اللي احنا بنتكلم على السيناريو ده مش هيبقى مش هيبقى منتخب محمد صلاح بس صحيح هيبقى منتخب ترزيجي ومروان محسن وننني وخبالك انت ليه ما فيش وقت صراحة حتى كمان نمك نلاحز نحن في مبارات اليونان ان التشكيل اللي حصلت انا اكلامك عن مبارات اليونان انا من هنا لغاية ان شاء الله كاسا علم نقعد ندعي كده رب ازار تلميان ربنا خليه ربنا خليه ربنا خليه وما سليم اي صحيح طب اخذك على مبارات اليونان يمكن تشكيل مبارات البرتغال كابتن يعني كان بالنسبانه هو ده الامر الطبيعي اللي بيشتدي مستر رهوكتو الكوبر بيه قوام الاساسي موجود بعض التغييرات اللي حصلت عمرو وردة مرعون محسن حسام عشور نزل مجموعة اللعبة واللي نزل الشوت التاني تغييرات كان بيشوف بعض اللعبين لكن المفاجأة بالنسبة لبعض الناس وجمهور في مبارات اليونان ان تقريبا طبعا الهدف كريستيان طبعا في الشوت في اخر المبارات وهو ينفع الهدف تأكيدا بالشكل طبعا هي بعض رخطان يعني طبعا يلعبوا في الحتة دي انا فكرة انا قلت مع احمد حجازي بعد الماتش وقال انا اسف جدا زوق جدا جميل وهو عارف انه الحتة دي فلتت منه حتة التركيز رحت منه في اللحظة دي بس مع كريستيانو التركيز حاولك حاجة اولا في المبارات دي اتلعب علينا 32 كروس واخبالك 32 كروس واخبالك من ضمن الاحصيات اللي كانت علينا حاجات اللي كانت علينا خطورة الكروسات العرضية واخبالك اتعاملنا معها فيه اوقات يعني لو مخرجنا يرجع بس كده في بداية الشوت الاولاني هتلاقي ان فيها اوقات كان بيبقى حجازي لازق لازق في كريستيانو واخبالك وقدامه جبر لو عدت جبر حجازي بيخدها صحيح وبعدين في اوقات الحاجات اللي كانت تروح لكريستيانو حتى هما واشطيلنا بيغبطوا فيه صحيح يعني بيعطلوه واخبالك الا في الحالتين دول يعني الحالتين دول الوحيدين زي دي بص بص مخرجنا برفو علي والجن اللي جه اه والجن اللي ما احشبش خد بالك يا محمد الهجمال اللي فاتت دي اه طبع يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بص بص اه بص يعني عادة حجازي لكن احمد فاتحي اللي عمل كافرينج واخبالك خبط خبط دخل فيه يعني عطلناه وده بص اتنين ههم اتنين في اللعبة واحد صحيح عكس الكورتين اللي دخلوا فينا اه نمرة اتنين الكورتين اللي دخلوا فينا لما نبدأ نحللهم حنلاقي ان بداية الكورستر من عند حمد فاتحي مع الاسف ما فيش اه اه حقص صد او ضغط ضغط صحيح علي دي البداية اه النقطة التانية زي ما قلنا المشهد اللي احنا شوفناه اتنين بيغبطوا في واحد ما كانتش موجودة كريسيانو في وسط حجازي ومن وراه عبدالشافي كان مفروض عبدالشافي ياخد دور رحبت فاتح في الكافرينج او الدخول لجوه واخد بالك محمد يعني انت دلوتي بيبقى التغطية الفردية رقب واحد ان انا نمنع اتغذك الجامعية ان انا نبقى حجازي واقف صح واقف صح يبقى شايفه شايفه كورة واخد بالك وبعدين كمان من اللي مغطي حجازي اللي هو الباك العكسي التغطية الميلان وتغطية الخط فكمان عبدالشافي يمكن في الشيط الاولاني اه بص يعني مخرج الجدهان او نمرأ واحد احمد فاتحي لازم يضغط ان يناك يمنع الكروس مسافة جبيرة جدا جدا ساب الراجل يعمل الكروس اه بكروس ده اخطر من الكروس العرضي ده اخطر خلي بالا خود دي الاخطاء الكتبت انت عارف ان فيه ناس مميزة بس حجازي حجازي لازم ياخد خطوتين لورا عارف ليها كابتن مهاش عشان يقدر يحطه هو كريسيان سرقه راح معاه شوية كد بص راح ماخر التأخيرة دي وهو بص الكورة بزبط حجازي بص في الكورة ومش شايف كريسيان النقطة التانية بص عبدالشافي لازم اخد الخطوتين اللي كانت في الشيط الاولاني لازم اخد الخطوتين تحت احمد فاتح عبدالشافي كان لازم ياخد اكتر من كده عشان يقدر يلمسها بس لو لمسها طبعا افسد الهجم على ده طبعا الهدف التاني كورة كورة وعشان بس المباراة دي الناس كانتش عارفة انه هيتطبق حتة الحكم الفيديو ان الاتحاد الدولي في روسيا ان شاء الله هيبقى الحكم الفيديو موجود فكان بالتالي كان طلب من اللجنة المنظومة انه يبقى فيه حتة الحكم الفيديو سو سبينس راحو احنا عادي في الستاد انت منتظر وإيه اللي بيحصل والدنيا كانت اول مرة صراحة واحد يشوف حاجة زي كده وتتحسب على منطقة مصح صحيح ان احنا مواجهناش قبل كده حاجة جميلة طبعا بص يمكن كورة السابتة التانية مع الاسف سيبينه براحته يعني احنا كنا نشوف نشوط الأولان بيخبطوا فيه صحيح واحد بيخبط فيه واحد أدام واحد يمنع في حاجة كمان يا كابتن مهر يعني دايما الكريستاني وبيعملها فاروق قبل ما الكورة تتلعب وهي سابتة بتتلعب فاول مثلا من لجناب بيبقى في الأفصايد هو وقبل ما تتلعب بيعد نفسه بيعد نفسه دي بتسرق المدافعين لازم اوصع يعني بيبقى في ظهرك خلاص ده في الأفصايد هو بروح طالع الحتة دي واخد بالك ازاي وهي بتتلعب لو عيدنا الجون هتبقى نفس القصة وخطف الكورة ولازم بدك الفاول الفاول الأولاني الجل التاني لو نلاحظ ان الوقف حيطة واحد بس بص واحد بس لازم يبقى اتنين كمان عشان اقدر امنع الحاجات دي الحاجات دي في منتهى صعوبة وخصوصا واناك في نفس الوقت لازم يبقى فيها تركيز الفرق فاروق اللي عندها ناس مميزة بضربات الرأس زي مثلا ما هنقابل سواريس برضو مميز بالكور دي مفيش حاجة اسمها الباكين اللي عالطرف او ايا كان اللعيب اللي عالطرف بيحلق لا فاش تحليف لان الكورس هيتعمل على الاقل يطلع الكورس مش مزبوط وبعدين النقطة التانية حاجيش كمان يا محمد عايز اقول لك حاجة انت دلوقتي خد بالك الفاول بيتعمل فانت لازم يبقى في اتنين حيطة وقفة ودام كورة ومقاللين عشر رداته عشان يمنع النقطة التانية الراجل اللي عامل كوفرينج بقى وراء واخبالك لازم يبقى ضربة الجزاء الليبرو اللي هو هيقابل هيغطي الحاجة اللي جاي على الحيز الاولاني بالضبط وبعد كده يبقى التخطية بقى في الرقابة زي ما احنا شايفين جبر وحجازي لازم يبقى وخصوصا يا كابتن مار حاجة احنا اطوال ماشاء الله زي كان عن جبر حشيش خدنا ماشاء الله اكتر من تلاتين كورس وخبالك احنا اخدناهم معادة طبعا يمكن الجوليل اللي دخلوا فينا كان بيمثلوا وفي نقطة برضو في حالة دي برضو يعني هكملها طبعا بغض النظر عن النتائج هي المبارات دي ان احنا نتعلم منها دروس افكرة ان المتشاط اطبعا احشان انت شكلك كويس بس احنا برضو لازم نتعلم ان في المتشاط الكبيرة مع اللعبة المميزة اللي هي احسن اللعبة في العالم الجن بيجي في ثانية في كورة واحدة ممكن يغير نتيجة تشوفت الجنين في ايه دي اتين في نقطة دي 92 و93 و94 في نقطة كمان محمد انا عزو الى الحاجة التغيرات اللي حصلت مع الاسم ما كانتش ايجابية بالنسبة قللت طبعا كل ما هي خبرة هي حاجة تغير الفنية هي برضو مهم كده السبات في الحاجات البشكلية ده محمد انك انت في اخر خمس ده تقدر تقدر من خلال التمرير تقدر تضيع الوقت التمرير ده حيعمله مين بقى المحطات اللي مكون موجودة عندك عبدالله السعيد تمام مش موجود تمام محص التمرير قال صحيح صلاح محطة مضمن المحطات مش موجود قال التمرير ترزيجي مش موجود قال التمرير واخد بالك مع الاسم كان من طلع طرق حامد كان عامل توازن بشكل مبير جدا وبعدين انت كمان برضو الراجل اللي قاعد برا انت عايز ايه من الماتش خلاص انت راجل كازبان ومرأة خلاص ده انت مش بتلعب فاضل ربع ساعة وعجب ده نحن 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 دولة ان ده ده اجندة دولية فالفوز على البرتغال يخليك طبعا من ان ان تصنيع نحن تصنيع نحن تصنيع الترتيب مهم وبرضو ان ده كونك يعني طبعا احن نبقل كله كله كويس بس احنا كونك ان انت هتكسب البرتغال في اول مباراة التجربية لك قبل كسر العالم برضو كنتي هتكت هترفع المعنوات وحتى ادرف ان هي كمان حشيش طول ما انا كسبان طول ما انا حافظ مش قادر اغطي الهدف احافظ على الثلاث خطوط تغيرات تبقى في حدود وليلة جدا صحيح صحيح حافظ على قوامل فاني حافظ على القوامل اللي بدأت بي طيب جزئية الليونان قبل ما نخلصها دي ونطلع بقى على مطش الاهلي ان شاء الله وكلام عليه مباراة اليونان كانت كله تفاجئ بالتشكيل طبعا هي وجهة نظر طبعا جزئ الفاني وحقه ان هو يعمل ما يشاء عشان يجرب اللعبين لقصون نت الفترة اللي جاية خلاص زي ما تتكلمه كبيرا الوقت قصير عايز اشوف كل اللعبين على اساس ان انا المطش اللي جاي او المطشين اللي جايين خلاص انا بالنسبة لي هو ده اللي هقفل عليهم وابتدي اشتغل وتجهيزاتي لمباراة روسيا فيه ملحوظة مهمة جدا اول حاجة هنتكلم فيها في مباراة اليونان اسيبك من التغييرات الكتيرة اللي طبعا اضافها عشان يشوف اكبر عدد انما انت واضح ان انت مقتنع ببعض اللعيبة انها لازم تبقى موجودة سواء في مركزه او مش في مركزه زي عمر جابر انت ابتدت بيه بتلعب ناحية الشمال طب ايه الداعي هل لازم يكون موجوده خلاص عمر من اللعيبة الكويسة جدا جدا سنه صغير وعنده طاقة كبيرة جدا لازم يبقى موجود في الفرقة بس مش شرط بقى ان انا اروح ملحبه في حتة اللفت لان انا حاسس برضو انا انا في رأيي ان برضو عبدالشافي يعني برضو المجهود عنده ابتدى يقل عن السنين اللي فاتت فانت لازم يبقى عندك باك لفت اساس مين يا كابتن طيب بنوجة نزك ايمان عشرف ايمان عشرف هو يعني ممكن ايمان عشرف ايه ايه العب بي ايه فيه في الدور الم معقولي في الدور المصر محمد حمدي مثلا محمد حمدي اه مدى المصر طبعا اه طبعا ليه مدلو باك لفت كويس ليه انا من اصرر انك لما تيجي تلاعب بالذات الباك لفت او الطرف الشمال لازم بقى راجل اشوال هو بتاع الحتة دي انما انك تغير تجيب من هنا لهنا دي يعني بتعمل خلق شوي واحنا شايفين ان عمر عنده امكانيات بس مش عدليت بس مش عدليت وكبت ما بالزبط واحنا جربنا بكده مع احمد فتحي بزبط لابدك من يمين الشمال من اجهش فيه صعب جدا معونتا الفرق في المبارات دي انت مش عايز اللعيبة تأدي خلاص المبارات كاسع عالم ثلاث مبارات انت عايز اللعيب اللي ينزل الملعب يبقى في اعلى مستوى يطلع كل اللي عنده سفيد منه بأكبر قدر ممكن مش مجرد انك تأدي خلاص التأدي خلاص دي مثلا في مشاهد دوري طويل النهاردة مجرب بكرة معلش عندي ظروف انما دول ثلاث مباريات ما بيكرروش كتير كاسعلم دا بيكررش كل مرة احنا بقلنا قد ايه وبعد سنين طويلة وصلنا فعايزين نوصل الحمد لله عندنا نوعيات لعيبة كويسة ازاي اننا عمل التشكيلة والطريقة اللي تناسب المبارات دي وتخلي كل لعيب في الملعب بيدي اكبر طاقة واستفيد منه كتمر بنسبة المباراة وتشكيل كلام كتير بقى عن المباراة الجمهور تكلم جزئية اننا في بعض العوين عايزة تخلص منها فبقى نزلهم كده مع بعض عشان ايه لو عايزة ماشيهم يعني في المباراة دي عايزة اقول لك حاجة عايزة اقول لك محمد احنا تنبقنا طبعا قبل المباراة لما عرفنا التشكيل حsett فيه تغيير عدد اكثر من 7 لعيبة وضح الوقات عرفين بعض سب اللاعب طريقة اللاعب الاستراتيجية هدفع ازاي ههاجم ازاي المجموعة الموجودة يعني مع الآسف كان فيها من اللعيبة المحترفين في أوروبا وبعد اللعيبة المحترفين في الدور السعودي وبعد المحترفين يمكن حسين الشحات في الدور الإماراتي لكن ملعبوش مع بعض يا جماعة بقالهم فترة المجموعة دي يمكن خلال التأسيمة بس يمكن حتى كمان في التأسيمة في مسأول مرة تلعب التأسيمة كمان ما يكتملوش كده فطبعا محمد فنيا احنا كنا متوقعين ان مباراتنا مع اليونان مش هترتقي بالشكل والأداء اللي حصل في مبارات البرتغال وفي نفس الوقت حيبى في حكم ظالم على المجموعة دي لان المجموعة دي مش هتقدل عليها او مش هتحاول تثبت للمستر كوبر ان انا جدير انه بقى موجود في الفرق الأساسية او انا جدير ابقى بديل قوي بتقدر تحتمد عليها في خلال الفترة اللي فاتت فمع الأسف كان شكلنا غير موفق في مبارات اليونان من ناحية التنظيمية من ناحية الفنية من ناحية التكتيكية بالشكل العام وانتشارنا حتى داخل الملعب مع الأسف وعاز اقول لك يا محمد ان كان في مشكلتين للمستر كوبر وهو كان عملينه صدع في دماغه وحيطة رأس الحربة والباكليفت فانا كمان اقدر اركز في خلال الفترة دي على الحكتين اللي ممكن انا عايز اغير من خلالهم يعني انه عايز العب في فرقه ألعب في المكانين دول ملعبش ببيت يعني الباقي كله خلاص معروف من رجالته ومين لعبته من خلال كاس الأمور فريقية ومن خلال كاس العالم وضح لنا كلنا كفنيين حتى للشعب المصري انه عندنا صدع في رأس الحربة وعندنا صدع في الباكليفت فمستر كوبر كان مفروض يبقى من ضمن النقلات بعد مرحلتين اللي اقولين المرحلة الثالثة مباراة التجربية للمنتخدم القومي انا من رأي كان لازم يركز على رأس الحربة والباكليفت من البديل وابدأ اشركه دينه مباراة ودينه اثنين ودينه ثلاثة وبعدين ابدأ احكم عليه هل هيقدر يبقى بديل عبدالشافي او يقدر ياخد مكان عبدالشافي ولا يقدر ياخد مكان نصر حرب بدل كوكا مثلا المروان محسن يقدر مروان من خلال المباريات فعلا يبدل المحطة اللي انا محتاجة في خلال الفترة اللي جاية ونفس الكلام زي ما احنا قلنا احمدي الولد بتاع المصري وايمن اشرف المنع ان كنت اخده معايا وابدأ اديهم واخبارك عبدالشافي خلاص ما انا عارف عبدالشافي الاختيارات اللي انت هتجيبها دلوقتي يعني الوقتي بقى داية او انها هتجيب واحد لان على الساحة دلوقتي او المجموعة اللي هو واخدها ما ينفعش غير فيها خلاص زي ما غير مثلا عمر جابر حطه في ناحة الشمال انت عايز انت عايز انت دلوقتي عايز يعني لعيب جديد خالص فبالتالي هتجيب زي ما بنتكلم مثلا على لعيب بتاع المصري انت هتجيبه راجل ما رحش المنتخب خالص هتجيبه دلوقتي تدخله في مرحلة صعبة جدا جدا هتبقى بالنسبة لك عشان يتأقلم مع الفرقة وتروح الخضة من مبارات الرسمية مع منتخب مصر هتبقى صعبة جدا المشكلة كمان في مطشي اليونان ان انت الطموح عندك زاد في المبارات الاولانية شكل حلو مع فرقة كبيرة جدا احنا كلنا مخدون يقول يا ربنا يوستر بقى البداية ما نتغلبش كتير ما تبقاش شكل وحش لا كنت ند ومشيت كنت كسبت كنت هتاخد كاس عالم بقى تتطالب اتفعيم ازاي الطموح ازاي جاء لك ما المطشي الي بعده مع منافس اضعف الدنيا اهي بس ما اضطرتش بالشكل اللي مطلوب بالنسبة لزعب وراد وعمتا ارحمنا اخد بالك احنا مع الفرقة كبيرة بلنرطاكب اياه صحيح بنعلى بشكل يبير جدا حكس الحساسة بالمبارات صحيح اللي عبتنا المصرين بالذات يعني نحب احنا الفرقة كبيرة واخبالك بتلاقينا فعلا دوافع عندنا زادت صحيح صحيح تركيز الاهتمام من ارفعهم اكتش ان شاء الله يكون لان طبعا ده منتخب تجربة تلاتة مجددون نحن احنا امتبعينهم الفترة اللي جاية بشكل طبعا خلاص بوت كبير جدا على منتخبنا الوطني كاس عالم بيقرب ومباريات ودية تجهيز للبطولة دي كل المصرين تقريبا انا تمشي تركيز العالم كل الناس تقريبا بتجهزنا سالنا وراء منتخبنا فبالتالي مش عايزين ابدا يمكن يرجعوا هم زعلانين ان شاء الله يرجعوا يروحوا ويبقوا مستين ونعد الدور الاول وده ان شاء الله طموح جديد للمصرين في ظل طبعا نوجود مجموعة من نجوم منهم طبعا نجمينا محمد صلاح ان شاء الله ربنا يحميه كده ويبقى بخير وسلامة باستمراء خلينا نروح للفاصل وارجع بقى أكمل كلامي عن الحلقة والحلقة طبعا هي ليلة المباراة واحنا كدنا بس المنتخب مصر شوية هنتكلم على ليلة مباراة الاهلي وطنطة ولكن بعد الفاصل ان شاء الله كل التوفيق لفرقنا بكرة في مباراة وامام طنطة لان احنا بنبص لبطولة او بنبص لكل المباراة بشكل مختلف عن الفرق احنا خدنا بطولة الدوري ولكن هدفنا الفوص في كل مباراة تحقيق أرقام قاسية عندنا احنا يعني مجموعة من الأرقام قاسية سواء بقى عدد النقاط اللي احنا ممكن نوصلها عندنا هدف الدور ان شاء الله وليد اظهره يستكمل عدد أهداف ويزداد ان شاء الله مجموعة من الأرقام نقدر ان شاء الله نوصلها من خلال تواجدنا في بطولة الدوري بمكسب في كل مباراة حتى آخر مباراة ده بالنسبة والفقائي مباراة وان المباراة وخلاص ما بقيتش مهمة لا كله في الكلام في الاني واللعابين ان احنا بنخش كل مباراة هدفنا الفوز وتحقيق أكبر مكاسب من خلال كل مباراة ده بالنسبة لمباراة طنط غدا كانت النقمير وانحنا بنتكلم على استعداد النادي الأهلي قبل مباراة الغد كان فيه مباراة أمام الفجيرة وممكن في التقرير كانوا بيتكلموا عنها وفوز كان مهمة بالنسبة النادي أهلي أربعة وواحد يعني اعتقد ان دايما النادي الأهلي حتى وهو بيبص للمباراة اللي جاية تأمل حتى مباراة الأهلي ما بيبصش انها مباراة ده كابتن يعني بيروح امارات بيكسب وهدفه دايما ان يجرب العيبة وهدفه ايضا في نفس الوقت يفوز التجربة نفسها كابتن بالنسبة للنادي الأهلي واستعدته لكابتن هذه المباراة مباراة طنطة كانت عاملة زي بالنسبة زي ما قلت فاروق كده النادي الأهلي فعلا في التواقف اللي حصل للمنتخب القاومي اللي راحت الدوليين راحوا مع المنتخب المعسكر بتاع سويسرا وبية اللي عيبة كابتن حسام طبعا ركز بشكل كبير جدا زي ما قلت من أهدافنا حتى خارج النادي الأهلي خارج القطر المصري تلاقي النادي الأهلي عنده حافز الفوز لأن هناك فيه جالية مصرية كبيرة جدا موجودة في الأمارات يهمها جدا أن هي تشوف النادي الأهلي وفي نفس الوقت عايزة تعيش الفترة اللي هي موجودة وخلال النادي الأهلي موجود فيها في المعسكر في الفجيرة النادي الأهلي كسبان وبأدي بشكل كويس بيفضل المصريين موجودين يعني فرحانين ومفتخرين بفراءهم بشكل كبير فعلا النادي الأهلي قدر يعني يكسب أربعة واحد في المباراة الوديية الفوجيرة وممكن كانت مباراة جيدة بنسبة معظم اللعبة اللي ممكن ما بشاركوش وديبتوا بفرصة محمد في المعسكرات بالذات لما اللعبة مش موجودين عندك الدولين أنك أنت بتحاول تتعايش مع اللعبين وتشرك اللعبة دي على قد ما تقدر أنك أنت فعلا محتاجها المشوار طويل بالنسبة لك عندك حوالي أربعة خمس مباراة موجودين في الدوري وبعدين عندك السمصر وبعدين عندك أول مباراة أفريقية مع التراجي فأنت محتاج كل لعيب من هؤلاء اللعبين الحمد لله اللعبة كلها يمكن قدد بشكل كبير جدا لمباراة الفوجيرة ويمكن على أسهم طبعا إسلام محارب اللي كان واضح إسلام من خير من خلال التجارب اللي كان بيخدها إسلام اللي كان بالدهال وكابتن حسام البدري كان واضح قوي إن إسلام محارب فعلا بيكتامل بقى فنية وبدنية وتفتيكيا وقدر من خلال مغاراة الفوجيرة أنه يسجل ثلاث أهداف هاتريك وديه حاجة من ضمن حاجات كويسة اللي بتحسب لإسلام محارب وبعدين يمكن الهدف الرابع كان لكابتن النادي الأهلي وكابتن مصر حسام غالي عشان يفوز النادي الأهلي بأربع أهداف لو رجعنا كده كابتن محمد حلاقي دي طبعا دي أهداف واضح حق إسلام محارب وواضح نفي زكاء كمان حتى يمكن من الباص راجل كان ممكن يبقى تسلل لكن طبعا اللعيب مشتركش في الهجمة ويدرس لن محارب إنه يسجل باهم أن النادي الأهلي بيتطمينه كتن جمهوره طبعا طبعا جمهور المصريين مباراة دي مباراة في الإمارات يهموا جدا أولا المكسب يهموا جدا نشوف النادي الأهلي يعني بيمثله بشكل كبير وبيتطمن عليه وبيتطمن على فرقته وعلى أداءه وأربعة واحد دي نتيجة كبيرة جدا للنادي الأهلي في خلال مباراته الحبية مع الفجيرة وده نحن شيفين طبعا أهداف النادي الأهلي المدرورة المضايعة واللي بتتحضر والجمل التكتكيل اللي بتحوين عليها اللعبية مع حسين بدري خلال الدورة الهام قدروا طبعا أنهم وده خطأ طبعا واضح قوي من حارس المرمى تلع ساب مرمى أجميل وجابر قدر أنه هو يتابع بشكل بير جدا لكن طبعا حكم حسابه فاول على لكن لكن كابتن هاي مباراة مميزة مباراة يعني أكيد كان ليه هدف والهدف ده بيمتد ليه مباراة الغد كابتن حشيش أكيد ده بالنسبة لوجهة نظر كابتن حشيش أي مباراة ممكن إخوضها ودية هارجع المباراة طبعا مباراة طبعا قوية قدر النادي الأهلي أنه ما عندوش مباراة رسمية ومباراة ودية جمهور طبعا جمهور نادي الأهلي سواء في مصر أو خارج مصر دايما على طول مستني المكسب من النادي الأهلي حتى الفرق اللي بتلعب النادي الأهلي فيه الخارج وإن كانت مباراة ودية كابتن ماهر إلا أنهم حتى يعني شفنا المطش اللي فات بتاع الفجيرة الفرقة استعانت بين نجم الإمارات عموري والنجم السعودية عشان برضو يدوا قوة لفرقة الفجيرة المباراة أعتقد في مجملها طرق المباراة مثلا فيه الدور المصري مباراة رسمية ودي الاستفادة جات من حتى دي أن قدام جمهور كبير جدا مباراة مع فرقة قوية متعامة بنجوم كبار على مستوى عالي بتدي فرصة طبعا للعيبة اللي هم تلعبش هنا في الدور المصري ما عندهاش الفرصة أنها تلعب أنها تلعب مباراة وبرضو كابتن حسام يحط يدو على العناصر اللي فيهم مميزة شفنا ناس تقلقت فيه المباراة إسلام محارب ثلاث أهداف ده دليل على جاهزيته وأنه هو طبعا لعيب كويس ويبقى جدير أنه هو يبقى في القوام الأساسي في فرقة النادي الأهلي ميدو جابر شفنا لعيبة كتير بصراحة تلقت وبالتالي أنا شايفها موجودة في طبعا التشكيلة اللي موجودة بكرة أو في الناس اللي في المعسكر لمباراة بكرة وساعد على ذلك برضو وجود بعض الغيابات في النادي الأهلي من العناصر الأساسية اللي هي ما كانتش فيه التشكيل الأساسي أخي المباراة شايفين عشور إصابة وليد سلمان بعيد سعد سمير نفس القصة علي معلول فدول الأربعة الأساسيين اللي هي العبادة لهم أربعة من المجلاء وليس لماذا سعد سمير بالزبط كده الأربعة دول العيبة العيبة أساسية عشان كده التجربة دي كانت مفيدة مفيدة جدا جدا لأن انت داخل برضو على مباراة وداخل على مباراة مع منافس لسه عنده أمل لسه عنده أمل مبارح كنت بتفرج على كابتر رمضان السيد فلغاية دلوقتي الرجاء حتى بعد ترتيبها بعد طنطة نقول لك احنا واخدين المباراة اللي جاية الكمس مباراة اللي جاية 6 عشيب بونت عندهم أمل عندهم أمل فبالتالي برضو نفس القصة طنطة جاية تلعب بكامل قوتها عايزة تاخد منك أي نقط تحسبا لأي ظروف ممكن تحصلها عايزة تعمل برضو يعني اسمه وتعمل حاجة كويسة قدام بطل الدوري فالمباراة بتاعت بكرة برضو مش بالسهولة اللي الناس مسلا ممكن تفتكرها النادي الأهلي خلاص خصوصا كمان كابتن ان الدور الأول تعادل واحد واحد اللعيبة اللحظة ما يعني حيثة الرهبة ومش موجودة من النادي الأهلي زي مسلا ما فلأ مسلا في الدور الأول تتغرب 3-4 الامور بالنسبالها تبقى مختلفة خصوصا بقى انهم عايزين زي ما انت بتقول لك المباراة كابتن ماهر خليني وانا بأكلمك وقول لك الاداء بالنسبال النادي الأهلي اللي احنا شفنا في ناطش الفجيرة واللي قابله في الطلط الدوري حتة الهارموني اللي موجودة والأمور السهلة والأمور كرة القدم بالنسبال النادي الأهلي بقت كرة سهلة كرة برشلونية وده اللي احنا قلنا عليه بداية الدور الثاني فيه اختلاف بشكل كبير جدا في اداء النادي الأهلي الوان تاتش الحاجة التمرير اللي هو السريع الجمل التكتكية المتقررة اذا كانت من العنجة او من الأطراف او التصويمات او الكور السابتة واضح فاروق ان حصل نطج يعني شوف حسام غالي دبل كيك بشكل جميل اشترك مع الحارس وبعدنا رد فعل جميل اتردت الكورة حسام غالي عشان يعمل دبل كيك حاجات دي حاجة من ضمن حاجات فيه جملة اعتراضية كده عايزة أقول مستوى حسام غالي ما اهلوش انه بقى موجود مع المنتخب مصر او حسام طول عمره ما شاء الله انت عندك مستوى حالية مستوى حالية مستوى حالية مستوى حالية طول عمره حسام محاوز عليه بشكل كبير جدا وقائد بشكل كبير يعني لو انت بسيط حجز كما بتقول ان في المنتخب مصر ما عندناش قائد يمكن في المعكة كل يمكن الحسام الحضري بس في حرص المرمى لكن انت الثلاث خطوط التانيين انت محتاج قائد يقود اللعيبة في خلال الفترة تكسل جوه الملعب وبره الملعب وبره الملعب بربه عليك فانا شاف ان حسام غالي صراحة كنت اتمنى انه كبر يعني ينهي حياة حسام غالي من خلال منتخبنا قومي لكن احسى أقول لك فاروط زيما انت قلت ان فعلا النادي الاهلي واضحه من انتشار ومن جمره التكتكية ينفذ استراتيجيته وخطته اللي هم يتعودوا عليها من خلال السنتين مع حسام المدري وده يمكن المميز النادي الاهلي جهاز ثابت لعيبة حفظت الاستراتيجية حفظت التكتك لتعامل بكل انواع او دفاعية او هجومية النادي الاهلي عنده سرعة في الحرقة واضح قوي انه بقت فيه خفية الحرقة والسرعة والانطلاق واضح قوي النادي الاهلي كلها فت من خلال مباراة الفجير طيب خليني اخد كابتن ياسر ريان كابتن ياسر ريان طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي السوقين وكان المدرب العام لفريق طنطا في مباراة الدور الاول اللي انتهت بتعادل واحد واحد كابتن ياسر مساخرة يا كابتن مساخرة كابتن فرو هذا من الكابتن ماره ما هو كابتن محمد حشيش كابتن ياسر زي تحياتنا نيكا كابتن يعني انا هكلمك على النادي الاهلي الاول واكيد فيه فرق ما بين طنطا كمان في الدور اول والدور التاني ولكن النادي الاهلي بعد حسمه لبطولة الدوري وخلاص يعني من المباراة المتبقية اكيد ليه هدف مختلف عن الفترة اللي قبل حسم البطولة كابتن ياسر من وجهة نظر حادثا بص يا كابتن فرو بالنسبة لمباراة الاهلي وطنطا انتعار في النادي الاهلي احنا متعودين حتى لو خذنا بطولة ونحبش نخسر ده متن يعني ده فينا في النادي الاهلي فالنادي الاهلي متعود للمرشاة اللي بلعبها بلعبها حتى لو خذنا البطولة واتعدلنا وخسرنا مطش من المرشاة لتبقى مشكلة في النادي الاهلي هو متعود على كده صحيح يا كابتن فعشان كده اتلاقي كابتن حسين بدر خذت بطولة الدورة بس برضه طبعا اكتر عايز يكسب عايز يخلي اللعبة تاخد ثقة تعارف في بطولة افروشة موجودة في اللعبة تروح المنتخب كل ده بتدي عوامل مساعدة النادي الاهلي فالنادي الاهلي ما فيش حاجة سمحنا خذنا بطولة دورة أو خذنا بطولة كاف أو كتبنا لا النادي الاهلي على طول عايز يكسب فالمباراة طبعا ما فيش حاجة تبقى على النازل طنطة صعبة وخاصة المباراة كمان في القاهرة هنا النادي الاهلي واخد بطولة دورة في لعبة كل مدى بتبقى اللي بتدخل في المباراة عزة تثبت وجودها كل ده طموح بيبقى لعبتنادي الاهلي صحيح طب يمكننا كابتا نياسي قلت حياتك متواجد في المباراة الأولى لفي الدور الأول تعاملته هل ممكن طنطة يبقى مختلف عن الدور الأول الطموح مختلف دلوقتي انتوا أكيد من ساعة ما جيتوا كان عن نفس المشكلة تقريبا انتوا كنتوا بتوجهوها حتى انتوا كنتوا في الجزء ممكن يكون خطر شوية الوضع دلوقتي بالنسبة لطنطة طموح مفوضة بقى أكبر من ظل طبعا احتياجه لعدد النقاط عشان يبعد شوية عن جزئية الهبوط كابتا برسا كابتا في النسبة لنادي طنطة والفرق اللي هي تعرف زي نظر النادي اللي هي بيبقى من الأقاليم برضو مباراة الأهل والزمالك بتبقى مباراة بالنسبة لهم اللي عادة بتبقى أصلا ما بتبقاش انت محتاج تتكلم كتير أوه في المحاضرات اللي عاد مركز قوي نفسه عايز يثبت وجوده قدام الفرقة الكبيرة عايز يقوله أنا موجود ذات لذاته الشخصي مش للفرقة الجماعية فهي بتيجي في الأخ لما أنا كل اللي عادة بقى من جواه عايز يبقى كويس فبيقدي يبقى كويس بقى كله بيمكر الزيت في المباراة علشان هو مش هدف اللي الفرقة تكسب على فكرة مش تقلال في اللي احنا موجودين لا هو عايز يركز اللي هو يبقى كويس فتخيل كل ده بيبقى حساس بوه كل اللعبة المباراة تبقى صعبة مش هتبقى ان شاء الله يعني احنا مش هنقوله تبقى صعبة طبعا ما فيش سك اللي هي لاري طانطة عايز يختب وعايز يبقى موجود في الدورة وفي نفس الوقت كل اللعب من جواه عايز يختبوض لكن في الاول وفي الاخر المباراة الاهل وطانطة احنا جربتها الضر الاولين عن نادي الاهلي يعني احنا كنا نسا مسكين الفرقة مفيش بها فترة بسيطة دخلنا اللعبة كلها كانت مركزة قوي 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 في مباراة الاهل فالنادي الاهل ما فيش شك يبقى برضو عنده نفس الحماز ذا بتاع اللعبة لكن في الاول الاخرين المباراة صعبة عن نادي الاهل التنطة يعني حتى بالنسبة للعابين اكبتن المتواجدين في المادي الاهل اللي ممكن هيشاركوا بكرة في جزء منهم كبير يعني خلاص كابتن حسام البدء اكيد هيجرب بعض اللعابين مع تقريبتش كابتن فاروق كابتن حسام هيغير كتير اوه في التشكيل طبيعي جدا وفيه تذبيت تشكيل عنده فطبيعي لما يدخل عنصر عنصرين هي موجودة أصلا الريتشن ده موجودة عندنا في النادي الاهل اللي بقاله فترة مع كابتن حسام البدري يعني لم يتنظرك عنصرين بس كابتن ممكن متواجدين في تشكيل اساس كتير اوه مش هيطر يغير كتير اوه على اساس فارضو مينفعش احنا الشكل مرة واحدة يقول لك النادي الاهلي مثلا اللي فيه لازم تباكي التشكيل وفيه عناصر موجودة موجودة ثابتة اوه بسا كابتن ياسر وإحنا بنسفرج على المبارات الديه زي مبارات الفجيرة مثلا ده يطمن كابتن حسام البدري ان اللاعبين اللي متواجدين يعني خلاص هم حفظين الطريقة اللاعب فبالتالي لو حتى غير التين كله الامور بتبقى ماشي في شكل اللي انت خلاص حسامت بتولة الدوري من وجه النظر ايه رائع انا انت بتبكر نوع الفرقة كاملة ما انفعش صعب جدا المبارات المبارات الرسمية وبرضو انت بتلاعج فرقة برضو بفرقة قوية زي فرقة مش قوية مش تقلان في فرقة ضنطة لكن المركز اللي هما فيه برضو بيبقى عايز هو يتعدل ياخد ضنطة ويقصى بينادي المبارات بنزالهم ممكن تعالهم في التوري كل ده عشان كده كابتن حسام الفتري حاطت في حساباته كل ده عشان كده مش هيقدر حتة اللغاء رغمه احنا عند ده بثقة في اللعبة كلها انت النادي اللي 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 بتقايمة مع الناشرين اللي اللي موجودين ده كيان كبير او موجود او لعبة بتمثل النادي منتخب مصر صحيح طيب اتبارته فرمس المتشاط يعني تبقى مهم اكيد كابتن هو احمد اخباره يا كابتن موجود في النادي بس سليم سليم هو لا سليم سليم هو بس وجهة نظر للجال ان شاء الله لا لا اكيد فرصيت تبقى موجودة في الفتر لا انا بس تتسمروها بالنسبة للموضوع احمد انا انا عشان لازم تعرف انا ببقى بعيد جدا انت عارف كده عن ولادي يلعب والمدارب يعادهم ده وجهة نظر والحمد الله احمد في النادي الاهلي طبعا ليه الشرف الكبير اللي هو من ضمن اللعيبة اللي موجودة في النادي لاله دابت انا بقول له كده انت من اللعيبة اللي طالما موجود في النادي لاله ده لقلك عشان اطلع من وراء اطلع نحن خلينا نروح للتقليل قبت الحشيش ونرجع نكمل كلامنا نخل التقليل مع جمهورنا طبعا ورأيه في شكل الفريق والبودلاء اللي ممكن يبقوا متواجدين بالنسبة لنادي الالف الفترة القدر المفروض يعني ماتشات وماتشات يعني في ماتشات في الدولة سهلة يشارك اللعيبة اللي راكنا بره والنوع يعني يعرف ده مستوى في الملعب وفي ماتشات مهمة كده كده ما هتيجي لازم بسبب عنه هيشارك الاسسيين وبرضه عشان افريقيا ما يريحوش فترة طويلة وتأثر عليهم في الملعب ومفودي يشارك طبعا الاحتياط برده اللي بره يرايح برده الاساسي شوية عشان برده افريقيا بس مايرحومش برده او يعني برده يعني ما يشري او نرحوم للدراجات لحد افريقيا برده ينزلهم شوية برده وإحمد حمد حمد يشارك في الماتشات برده الاساسي يعني وبرده يلعب الاحتياط شوية برده مش مهمة او يعني ينزلهم وبرده نزل الاساسي مسلا ماتش وماتش وبرده يخلي الاساسي برده عشان افريقيا مايرحوش او عشان برده ميخوش افريقيا يكونوا برده جهزين المفروض ان هو ينزل العيبة اللي هو محطتهم في الاحتياط عشان ماينفعش ان احنا نزل العيبة على طول مثلا زي احمد حمدي ومحمد دول عندهم وهي بقى جمدة وعالية مفروض ان هم ينزلوا وعشان كده مفروض ان هو ينزل ناس السية عشان انه مطوش تدور مثلا فيه مطوش صعبة ومطوش سهلة فالمطوش الصعبة ينزل الناس السية والباقي في الاحتياط مفروض يشارك طبعا البودلاء عند حضرتك زي شم محمد وحمد حمدي مفروض يديهم فرصة زي إسلام محارب لما يدلوا فرصة ومفروض يشارك الناس الأساسيين بيعيس ان هو يعدهم لبطولة أفريكيا لعب البودلاء فهو ممكن فيه مطوش سهلة تقبله كتير في الدول فهو ممكن يستغل الفرصة دي وانه يشارك لعب البودلاء لهم فترة بعيد عن الملعب فعندك نشعر في الأساسيين طبعا لهم ما يراحوش فترة طويلة بحيس انهم يبقى على فرميتهم من الأساسيين فبطولة أفريكيا بإذن الله يامل اللي احنا فيها دي دلوقت الاهل بسم الله ما شاء الله يعني حسن الدوري يلعب جرد بالبودلاء والأساسيين إن شاء الله فأفريكيا بإذن الله لازم يلعب بالبودلاء لأن النادي الأهل اشترى عمل صفقات كبيرة وصفقات احنا كنا بنتمناها وفي لعيبة ما خدتش فرستها لغاية دلوقتي وإحنا بنزعل كجماهير النادي الأهلي أو كعشقين للنادي الأهلي إن احنا بنلاقي مثلا لعيب مثلا زي عمر براخوت الأهلي جابه ما استفدش بيوميشي لعيب مثلا زي بكماني ممكن يمشي لعيب إن هو يستغل إن هو فاس بطولة الدوري ويجرب اللعيبة دي لأن النهاردة اللعيبة دي كانت في أندياتها عمل شغل كويس وإحنا كنا فرحانين جدا إن الأهلي اتعاقد معهم لكن أنا شايف من نجة نظر الشخصية إن لازم النادي الأهلي يجرب اللعيبة دي كان رأي جمهورنا في إشراك اللعبين في الفترة القادمة والمباراة المتبقية في بطولة الدوري عايز أقول لكم تاريخ مواجهات الأهلي وطنطا كان 23 مواجهة ما بين الفريثين 18 مباراة فوز للنادي الأهلي طنطا لم يفوز على النادي أهلي ولا مرة في ظل طبعا هذه المواجهات أيضا خمس مباراة التعادل 45 هدف بالنسبة للنادي الأهلي في مرمى طنطا وتمن أهداف فقط في مرمى النادي الأهلي من فريق طنطا كابتن محمود الخطيب وكابتن طه إسماعيل أربع أهداف هم هداف الفريق وكابتن رفعة الفناجيلي طبعا أكثر اللعبين مشاركة بطنطا كابتن وانت بتتكلم على القيمة بالنسبة للنادي الأهلي قلت إن في بعض اللعبين اللي موجودين في مباراة الفجرة هبقى متواجدين بشكل ما تتوقع كتشكيل أساسي بالنسبة لمباراة الغد كابتن حشيشين بص فاروق أنا يعني بقول إن التجارب والمتشات الودية زي المتش الأخير ده أثبت إن البودلاء كلهم لا يقلوا عناصر الأساسية نفس طريقة اللعب يلعبوا نفس الطريقة على مستوى عالي كلهم الحقيقة شوفنا إسلام محارب يعتبر برضو مش أساسي في الفرق راجل بديل يحرص ثلاث أهداف ميدو جابر برضو عمل مباراة كويسة الناس كلها اللي اشتركت هشاب محمد الناس كلها اللي اشتركت على مستوى عالي فأنت دلوقتي يعني أنا في رأيي طبعا رأيي الشخصي أنت مش هتلاقي فرصة أحسن من فرصة بتاعت بكرة دي أنك تلعب بقى الناس اللي لعبة مثلا المباراة اللي فاتت يكملوا وتخلي الدكة عندك قوي بالعناصر الأساسية تحسبا لو في أي حاجة ممكن بتدفع بيهم في أي وقت من أوقات المباراة لو ما كانش يبقى أنت استفدت برضو عندك دكة قوية وفي نفس الوقت بترايح بعض اللعبة الأساسية اللي بقى لها مشوار الدوري كان طويل جدا ومجهدين سواء مع نادي الأهلي أو مع منتخب مصر لو هنتكلم على تشكيل مثلا ليه ما تديش بكرة مثلا علي لطفي يكمل المباراة والشناوي لعب مع منتخب مصر وجاي وصفر وتعب وفي إرهاق وشوفنا علي لطفي ظهر بمظهر كويس في مباراة الفجيرة كذلك برضو ممكن تدي بقى تدي أن شايف أن فيه في المعسكر في أكرم توفيق ممكن برضو تحاول برضو أنك تقرب شوية لأننا أنا في رأيي أن أكرم توفيق من أقل الناس اللي خدت فرص أو مباراة لازم تقف على سنه صغير لسه بس لازم برضو تقف على مستوى الحقيقي وتدفع به مثلا في مباراة زي دي أنا حاسس طبعا أن كابتن حسان برضو يعني برضو خايف على الريكورد اللي عمله أنه طبعا النادي الأهلي أنت بدوص بدوص الحتة الريكورد طبعا بدوص حتى دي عايز يكمل مكسب وفي نفس الوقت برضو ما تخسرش توصل برضو الريكورد كويس في المباراة دي في الدور ده أن أنت برضو بلا هزيمة بس أنا بقول له برضو أن اللعيبة دي لا تقل فعلا عن اللعيبة الأساسية وممكن لو هنتكلم على أتوقع التشكيل لأن أنا برضو قلت المرة برضو حسنت أن حسام بيغير كابتل ماير في نطاق بحدود أول بحافظ برضو دايما هات التثبيت التشكيل تثبيت التشكيل موجودة كالتشكيل فلو هنتكلم تحب عن التشكيل ممكن حيلعب برضو الشناوي حيلعب صبر رحي بعد أنت قلت عليه لطفة كابتل أنا أقول التوقعات اللي أعمله إنما أمنياتي حاجة تانية أمنياتي حاجة تانية يعني أقول لك على التشكيل نفسي يلعب بي ولا على التشكيل المتوقع طب المتوقع الشناوي صبر رحيل طبعا لأن معلول برة أيمن أشرف ونجيب فتحي أحمد فتحي ممكن يلعب بالسولاية وشام محمد وقدامهم غالي كصنع ألعاب وممكن يبدل معه هشام محمد ممكن يلعب ناحية المين إسلام محارب أجيه ناحية الشمال ووليد أزارو طبعا لاجن عنه برغم طبعا التفوق اللي موجود بالنسبة لمروان محسن إنما هو برضو حيلعب أزارو تكملة برضو المشوار اللي عامله وبردو اللي هو في سباق الهدفين نبقى عند فرصة أنت محطتش ليه مروانة كابت إنه إحنا بنتكلم أكيد فيه حتة الكونتكتنا بين المنتخب والهالي في حتة تجهيز بعض اللي عبين كمان عشان كاس العالم يعني مروان واحد أنا أكلمت على يا كابتب ماري التشكيل المتوقع إنما لو عايز رأيي بقى في التشكيل تاني لا أنا حط طبعا مروان لأن مروان محتاج عدد ماتشاط كبير المنتخب مش هيقدر يوفرها له الفترة اللي جاية فأنت محتاج النادي الأهلي يسند بمباراة لمروان كابتب حسن على فكرة متفاهم الجزئي دي بشكل كبير هنتكلم على مثلا فتحي ممكن تراح فتحي بكرة إن فتحي مجهد من اللعبة اللي عملة المشوار كامل فممكن تكمل مع محمد هاني تخلي فتحي برضو على دكة الاحتياط مثلا ممكن تلاعب ندفد يعني في ناس كثيرة ممكن لعبه مش هتحس أبدا بالفارق إنما زي بقولك أنا ده توقعاتي بالنسبة للتشكيل كابتن مهر لو تكلمت على تشكيلة يعني تتطفق من كابتن هشيش في جزئية بعض اللعبين وتثبيت القوال ونفس الكلام اللي قاله ياسر إن أفسامة بدري بدور على الدوافع بدور على الانتصارات بدور على الانجازات اللي هو أدر أول أرقام يدر يوجدها خلال المسامين المسم اللي فات الحم بالله مخسرناش ولا مباراة المسم ده الحم بالله بنحقق البطولة قبل نهاية الدوري ممكن بحوالي أربع خمس سابيع ده بردك إنجاز ثاني يحسب للفرقة عنده إنجاز أقوى دفاع موجود في الدوري عام لمدة سنتين عنده أقوى هجوم موجود في الدوري لمدة سنتين عنده هدافة دوري وليد أزارو النجمة الرابعة للنادي الأهلي في حصوله على البطولات خلال 40 سنة دي كلها إنجازات بتحسب طبعا لتاريخ عزوان بدري واللعيبة اللي موجودين 29 لعيبة اللي موجودين في قائمة النادي الأهلي اللي بعتبروا من أبيز اللعيبة اللي موجودة في مصر ويمكن العالم العربي والعالم الأفريقي لو هنبص سبات التشكيل ده عنصر مهم جدا زينا شايفين ويعني التغييرات بتبقى في أوقات يمكن بسيطة إجهال بعض اللعيبة إصابات بعض اللعيبة احنا ذكرناك بخمس لعيبة مصابين ولسه لماه سعد ساميرو وشريف إكرامي وعلي معلول وعشور ودول ركيزة كبيرة جدا لحسام يعتبر من ضمن الخبرات اللي بيعتمد عليها بشكل كبير عندنا مبارايتين مباراة الطنطة وبعدين الداخلية كأس مص وعندين مباراة التراجي أول افتتاحية بالنسبة لبطولة أفريقيا سبات التشكيل وطريقة اللعب 4-2-3-1 دي الطريقة المميزة يمكن اللعيبة بدأت تخدمها بشكل كبير مع كبت حسام البدري شفنا يمكن في الفجيرة بعض التغييرات أو بعض التشكيل اللي دخلت من خلال اللعيبة اللي موجودة في الفجيرة في مباراةهم في الإمارات مباراة الطنطة أنا شايف يمكن الشناوي هيرجع تاني لحرصة المرمى كالتشكيل ممكن كبت حسام يعتمد عليها بكرة في مباراة الطنطة أنا شايف صبر الرحيف في حيطة الشمال هي المشكلة بس أن سعد سبيل متعور ونجيب بس هو الموجود وممكن نرامي متعور أيمن أشرف موجودك أيمن أشرف ومحمد هاني سعد بي يعني صحيح خلاص أيمن أشرف خبت أيمن أشرف أيمن أشرف ونجيب وحيبقى محمد هاني أحمد فاتحي ممكن يكون في الراحة من ضمن اللعيبة زي ما حشي قال اللعيبة الدوليين لهم يعني عملوا سنتين بصراحة من أفضل السنوات من أحسن اللعيبة الموجودة في مصر أحمد فاتحي في السنتين دول حسام غالي وعمر السلية حسامي خش أنا شايف حسام في المباردة في وجرة حالته كويسة جدا بشكل كبير أتنين في نص الملعب حسام غالي وعمر السلية أجايي قدامهم كنصانع ألعاب يمكن فتر فتر ما لعبش هو مع منتخب نجيريا بقاله ممكن حوال عشر تيام فأنا شايف كبير جدا إسلام محارب ومروان محسن ويمكن أحمد حمودي يعني يقولوا أن حالته كويسة في فترة اللي فاتت ممكن لكبير حسام يبدأ بال محتاج أنت برضو حمودي كنت شكتت صور يعني أنا شايف حمودي وقتك من ضد اللعيبة اللي محتاج أن يتأخذ بشكل كبير إسلام محارب وإحمد حمودي ومروان محسن كرأس حربة فرخات الأمام طيب حرج عليكم بقى في جزئية التشكيل ودور الأدوار بتاعت اللعيبة اللي ممكن تقوم بها في التشكيل اللي انتو اخترتوها كابتن بالنسبة لفريق النادي الأهلي وبرضو تموح فريق التنطة اللي يمكن متعادل في أخر مباراة في أسبوع 29 أمام الأسوتي واحد واحد أكيد برضو يعني حتة إنه هو محتاج للنقط كمان مباراة الأخيرة أكيد بتفرق بشكل كبير خلنا أروح لتخرير مع جمهورنا وثوقعته لمباراة الغد المباراة سهلة بالنسبة لأهلي أنا هيكسب المواطش بكرة بسهولة بس أنا شايف أنه يريح اللعبة الأساسية عشان خطر اللعبة الأساسية شايف أنه تروح مؤسكر المنتخب لأن الأهلي دايماً هو اللي بيسمي ذلك المنتخب وعشان خطر مستوى إن شاء الله عيب الإرهاق والموسم طول الموسم وضغط المباريات وكده وفي دور الأبطال إن الأهلي هيكسب مسبة كبيرة يعني عشان اللعبة خلاص حسم الدوري فالماتش هيكون مرتاح وممكن لعب اللعباء اللي احتفال لما لعبتش طول الموسم رايح اللعبة الدولية كتت مع أسكر سويسرا وإن شاء الله الأهلي هيكسب لا أموتش هيش أبه سهل لأن طنطة بينافس على الهبوط وفرق بينه بنودي دجلة أربع نقاط تقريبا فهيبقى يعاند معنا بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نفوز بإذن الله تعالى أهلي بإذن الله يجب الأول طبعا في الدوري إن شاء الله بإذن الله يجب ثلاثة جوان ان شاء الله بالإذن الله الأول وم drank disabled يجب تسعل بس الإله واحد عالي أوي عالي أوي أوي الحمد لله الناجر الأهلي دي مدرسة عمرها خاطر كوقف عمرها المنتقل العائبة بعيدة الأهل لا يمضي موسيقى 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 كابتا حشيد خنيها أقولك بالنسبة لبعض الأدوار اللي موجودة في التشكيل اللي ممكن تكون حياتك اخترته تمام لبعض اللعبين مثلا عدم موجود عبدالله السعيد أكيد كابتا حسام بدور على البديل في هذا الجزء تمام موسيقى 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 ما بقاش عنده اتجاه واحد بلعب بي بلعب ناحية الجنبين سواء الشمال او المين ما تقدرش يتفرق مين كفة ميلة ناحية مين كذلك الاختراقات من نص شوفنا في قوات كتيرة الديفندرات بتعمل الباص اللي في العمق بتكمل يعني السلاية الماتشي اللي فات عامل واحدة الرجل رح جاب جون الماتشي بتاع الفجيرة فالنادي الاهلي جماله وصعوبته دلوقتي قدام الاندية التانية ان ما بقاش مفهوم ملعب بصر رجل ركبت مسلا ميدو جابر برضو الفترة فتت مشي بشكل قوي هتحطوا ناحية اسلام محارب هتحطوا ناحية المين اسلام محارب يخش اسلام محارب هي بقى قناعات شخصية بتاعت المدرب يعني هو كان مشي فترة فتت مشي بشكل قوي اسلام مشي كويس كدت حصل مقتنع به ومقتنع به اسلام مشي كويس وجاب تلات اهداف الماتشي اللي فات فإحنا بلغة الكرة بنقول ماشي بس خلبان فممكن يعني طبعا كابتن حسام دي كل طبعا إحنا بنتكلم مع بعض في جزئي مهمة جدا كابتن حسام بيعتمد على إسلام في حتة البديل تمام ودي دايما موجودة في أي حتة في العالم إن أنت عندك بديل بتتطمنه إنه يبقى موجود جنبك يغير لك المرش لا أو لقد الله في أي مشكلة طب أقول لك على توقع تاني خالص ودايما الكابتن حسام أنا حاس إنه بيموت في اللعيف ده وبيلعب على طول هي كلها استنتجات وتوقعاتك كابتن مهر لأن برضو أنت مش عارف مبارح وأول في التدريب مين اللي كان فاي ومين اللي كويس ومين اللي سليم 100% ومين اللي يعني فهو أكتر واحد هو اللي قدر يحكم على طب حتة وليد أزارو كابتن مهر طب أنا عايز العيد ده يحرز أكتر يعني برضو حتة طبعا إنه الهداب بتاعي يبقى موجود من نادي الأهل دي برضو أكيد كانت عسام بدأ بيفكر فيها إنه حتة مشاركة وليد أزارو كالعيب وخلي بالك إحنا مرة أو في المباراة من المباراة كانت حسام البادئ يشتغل بمروان شلال وليد بالضبط لعب بتنين أه بالضبط ممكن لعب بتنين ووراه واحد أنا شاف إنه حتة وليد يمكن في المباراة المغرب مع منتخب المغرب مشاركش إنه يكون شافه من المجدلاء ممكن يكون شارك في الشهد تاني فرقت الشهد لولاني سكان قاعد احتياتي فأنا شاف إنه حالة البادنية تسمح إنه ممكن يبدأ حسام يهم جدا إنه هو يعني ثبت الجزئي دي عنده 17 هدف وليد أزارو هدف الدوري أنا شاف إنه ممكن يكون من البداية بردك وليد يبدأ من البداية يعني مجمل الكلام إنه حسام ما بلعبش بفرقة بشكل كبير التغيرات يمكن في حدود يعني أمك هو أعودنا على كده لفتح أمك معينة يعني بعض النجوم المصابين ويمكن إحنا قلنا ست لعيبة منهم أحمد فاتحي ممكن يكون إجهاد صح إريحوا دول ست نجوم خارج الـ 21 اللعيب في مباراة طنطة لكن الخطوط العريضة بتاعت حسام البادري من ناحية الاستراتيجية ومن ناحية السيستم من ناحية خطة اللعب واضح أو طبعا أنه بيعمل جبهات صبر رحيل ممكن زي ما احنا تكلمنا يبقى ممكن أحمد حمودي أو إسلام محارف في الحتة بتاعة الشمال ويمكن محمد هاني ومعاه ميدو جابر في ناحية اليمين جبهات بيحتمل عليها كابتن حسام من ناحية الأطراف بشكل كبير جدا حسام غالي وعمر السلاة دول اتنين توازن موجودين في نص الملعب حسام بيمين للجنب الهجومي بشكل كبير يقدر يبقى موجود مع السلاسي اللي هما وسط الملعب المهاجمين أجايه وهو يمكن الوحيد اللي بياخد دور عبدالله السعيد وشوفنا أكتر من مرة تسعة نص يقدر يأديها بشكل كبير وهو لعيب زكي جدا كلام كتير في الجزئية دي كابتن في المرحلة الجاف خصا بعد حت التجميد وجود عبدالله سعيد في الفريق مين اللي هيبقى متواجد أنا شايف أجايه حمودي أنا شايف أجايه بصفة أساسية بنسبة يمكن 95% ويمكن أحمد أحمد حمدي هو اللعيب خصوصا كابتن انت عندك كاس نص عندك مباراة مهمة جدا نمام التراجي طبعا طبعا مورد التراجي دي هيبقى ليها وضع وشكل وكيات لكن انت عندك مباراةين محمد زي ما انت قلت بدأنا نستعدين لهم بشكل بير جدا يعني استعداد لمورد التراجي بشكل جيد زي ما انت قلت ممكن أجايه هو اللي ممكن يكون البديل لعبدالله السعيد في المكان ده هو أحسن أحسن فترة الاستعداد لي البطولة زي ما انت تقول يجاهز بدائل لبعض المراكز زي مركز عبدالله السعيد أنا شاف انه قبل كده جرب أجايه وكان هايل بس لازم يجرب برضو لان انت في مباراة معينة بتحتاج برضو أجايه بقى طرف شمال فبرضو كابتن حسام يعني الفرصة دي ممكن يجرب فيها كذلك برضو فيه نقطة برضو هتوقف على التشكيل بتاع بكرة تنساش ان عندك يوم الخميس بعد الثلاثة يام من بكرة مباراة سموحة سموحة من فرق القوية اللي بتلعب كرة بتعمل نتائج دايما كويسة مع النادي للأهلي ترتبها الخامس وعايزها تحسن سموحة الحد الخميس الحد سموحة السبوع الثلاثين الحد الثمانية إبريل الحد مباراة قوية جاية فبرضو انت ممكن برضو تريح بعض العناصر الأساسية في مباراة قوية زي دي لان برضو سموحة عايز يحسن مركزه فده برضو كل المعطيات دي بقى كابتن حسام بيقعد مع الجهاز على الترابيزة وبيحاول طبعا أنه هو يدرس كويسة عشان يحط أنسى بتشكيل نهارتك شرفتك ربنا خليك شكرا 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 يعني ممكن احنا بنتكلم على مباراة الغد وهي في الأسبوع الثلاثين إن شاء الله بكرة في مباراةين الزماريك والإسماعيلي هتكون أيضا متواجدة ساعة خمسة ونص والأهلي إن شاء الله وطنطر الساعة تمانين ونص لكن الأسبوع الثلاثين ابتدى من يوم تسعتاشر مارس كانت بمباراة الرجاء وطلع الجيش وانتهت بفوز الرجاء واحد سفر وتعادل الأسيوتي وسموحة سفر سفر والمقاون العرب ووادي دجلة أيضا سفر سفر والنصر ومصر المقصة وفوز مصر المقصة واحد سفر وإتحاد سكندري وبيترو جيت اتنين اتنين والإنتاج الحربي ومبي واحد ده بالنسبة لمباراة الأسبوع الثلاثين واللي بتدت من يوم لتنين تسعتاشر مارس إن شاء الله بكرة هيكون الختام بالنسبة لهذا الأسبوع كل التوفيق إن شاء الله لفريقنا غدا عايز بس قبل ما أنهل الحلقة أقول لسعد سمير كل سنة وهو طيب عيد ميلاده والنهاردة التسعة وعشرين لعب من اللعبين المهيزين سخر الدفاع النادي العلي في التوقيت الحالي وأيضا إن شاء الله يبقى لي دور كبير جدا مع منتخبنا الوطني بعد الفصل إن شاء الله يكون معكم الزميل الإعلامي كابتن أهاب الخطيب والأهلي في كل مكان